اهلا بمحضراتكم من جديد متواصلين معاكو واعتقد الفقرة المهمة جدا ليلة القمة ليلة 27 من النهاردة ليلة 27 27 نوفمبر بقى اليوم التاريخي البارز في الكرة المصرية عشان كده حاجات كتيرة جمعناها لكل حضراتكم في بعضمة لسانه الملك يطارد الاميرة ايه رأيك ايه الملاحقة دي الملاحقة دي احنا هذا العنوان احنا يعني قلناه من كم سنة وكرم من ربنا ان يظل الآلي يلاحق هذه الاميرة بس المرة دي بقى بدنا الملاحقة تصفر عن استحواز استحواز بقى استحواز اه وانت معاك مدرب اعلى حاجة عنده الاستحواز شوف اه كل ما يقال من مقارناه هو مين احسن من مين مين اكتر من مين الكلام ده سيبه للملعب للملعب طبعا استاذ ابراهيم اه ده كون عملت فينا عمال كتير جدا استاذ ابراهيم استاذ ابراهيم بطشت اخسرنا ثلاثة واحدة احنا ارقامنا كانت فيه مرعبة استاذ ابراهيم اه طيب ما فيش حاجة كده في حاجة اسمها توفيق لابد ان يحالفك التوفيق وكل عناصر لعبة يوميا اعمل اللي عليك ايوه بس اعمل عليك وادى اداء محترم منضبط اه بجدية ما تخليش حد يستفزك على كانت تصارع وخرجك بره المبراخ اه لان دي اخطر حاجة اه انك تجد نفسك لا المبراخ دك في سكة تفاصيل رفايق ما انتش بتلعب بقى اه انت عمال يا بتبص اللي حكي يا بتتكلم يا بتجري عالفاريا يا بتقول اي يا بتشاول للدكتور يعني عملية اه نتمنى ان احنا نقدم كرة محترمة ونقدر نقدر في انتين عندو القدرة دي نقدر ان شاء الله